لما كتب هذا المقال انا عملت مجموعة تغريدات اربع تغريدات ربع قلت فيهم انه هذا الكلام اهو قدام حضراتكم اهو ادي التغريدة الاولى والتانية والتالتة والرابعة بقول فيها انه هذا الرجل على علاقة وطنة بالاخوان وسألته مجموعة اسئلة اهو اول سؤال بسأله وبقول له انت كم مرة رحت اسرائيل كم مرة رحت مكتب الارشاد بسأله بشكل واضح بقول له كم مرة ذهبت الى مكتب الارشاد مقر قيادة تنظيم الاخوان المسلمين في المانيل وكم مرة قابلت المرشد العام ولماذا كانت تذهب ولماذا كنت تذهب اليهم منفردا السؤال التاني ماذا كنت تفعل في القاهرة في شهر فبراير 2011 وتحديدا ماذا فعلت في فندق مريوت على نيل القاهرة السؤال التالت لماذا اتصلت مع البيت الابيض اثناء احداث 25 ناية 2011 واوصيت ادارة اوباما بالتعاون مع الاخوان على انهم فاصيل معتدل وتمكنهم من الحكم في هذا التوقيت السؤال الرابع بقول له قل لي من فضلك اخر اتصال تم مع جماعة الاخوان المسلمين ده اسئلة بعد تهالو قدام حضراتكم اهو اربع اسئلة عملتهم على تويتر لانه هو بيشوف تويتر وعملتهم على الفيسبوك وترجمت ايضا باللغة بالعربي والانجليزي هذه الاسئلة قلت له يعني عزيز ستيفن كوك من غير ضجيج ومن غير ابتزاز ومن غير كد جاوب على الاربع اسئلة دول جاوب على انت لما كنت بديج القاهرة بتروح مكتب ارشاده ولا لأ وبتقابل برشد وقابلت مين في فبراير 2011 في الماريوت والاتصال اللي انت عملته مع ادارة اوباما في 2011 لما قلتهم الاخوان المسلمين هم اللي جايين وهم اللي هيحكمه وهم اللي المفروض فصيل معتدل وساعدوهم وكان ده خطيئة كبرى لليبراليين الجرد اللي حوالين ادارة اوباما الديمقراطيين واخيرا بسأله بقوله قل لي لو انت جريء وصادق اخر لقاء تم بينك وبين احد من الاخوان طبعا رد الرجل الاسف الشديد بشكل انه عصب جدا خد بالك ده كاتب كبير وبيقوله في الفورن بوليسي ومش عارف في اكتر من كارنيجي للسلام وغيره لكن الرجل من كتر انا بقوله انت شغال مع الاخوان انت بتقبل من الاخوان انت عندك علاقات من الاخوان فقال لا اهو كتب المقال انتو طيب قللي جاوبلي على السئلة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة ظهر في الصورة بشكل غبي جدا اسما جويش قال له انحق فين يا سروة لا سمعت اهو اسما جويش قال له اهو تحت قال له فيه نشأة كتب حاجات جديدة اهو اللي بقوله النطق باسم النطق باسم النظام في مصر فلان لفلاني بقوله بيتهمك اتهمات جديدة هي ان انت روحت كذا وكذا كلمة لقاتولكم رح رد عليه فوق الراجل ايه اعترف ده اعترف اهو بقوله انا بقوله كويس حسنا انا اه قابلت مجموعة من اعضاءه اه مسلم برازر هود اه لما انا كنت بعمل بحث ودراسات وبعمل كتب يعني اعترف اعتراف واضح انه هو اه بيقابل ناس من الاخوان لكنه بيقول انا ما قابلتش المرشد انا ما رحتش مقر مكتب ارشاد انا بقى اكد بقولك لا رحت مقر مكتب ارشاد في المانيل لا رحت زورتهم في المانيل انت طبعا هو دون ان يدر اعترف اهو بقولك انا قابلت اهو كان في الاول بينكروا كلهم بس انا بسأل سؤال هو ايه لقت اسامة جويش بستيفن كوك هو ليه اسامة جويش بيدور وبيدفع عنه يعني هو شغال عنده مرسال شغال عنده ايه بقول له الحى هو بقول له اهو اسامة جويش منشل مين استيفن كوك بيقول له الحى فلان الفلاني بيقول عليه كذا حاجة من اتنين يعني اسامة جويش ده شغال يعني ما هو ده بيعكس العلاقة اللي بينهم الاتنين كواحد بيترقى مصلحة واحد بيعمل مصلحة او شغال اسامة جويش شغال خباص بالمعنى اللي هو عارفه كل الاحوال ده اعتراف بي اهو 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 بيقول له ايديد ميت وذ ممبرز اوف ده مسلم برازر هود مش عارف ايه اهو ده معناها انه قابلهم يعني ما قولش حاجة غلط هو نفسه بيقول بيقول لك ان بقيت الكلام ده كله كلام فارغ وده كلام كلام زبالة اللي بتاع نشأت يعني ده مين ده صاحبنا